ازمة البرلمان العراقي تروح مكانها مع اتجاه المجلس لارجاء جلسة السبت الى يوم اخر بسبب قطع شوارع العاصمة لتأمين احدى المناسبات الدينية التي يحتفل بها اهل العاصمة بغداد تلك الجلسة وبحسب مصادر مقربة ينتظرها كثيرون لحسم ملف الحكومة المستقلة وحل ازمة النواب المتصمين التي دخلت اسبوعها الرابع وذلك على الرغم من الانباء عن احتمال تأجيل التصويت على اسماء المرشحين بسبب عدم اكتمال النصاب فيما تفيد مصادر اخرى بان العبادي هو الاخر لم يستكمل مشاوراته مع الكتر الاخرى بشأن اسماء مرشحين جدد بعد ان صوت المجلس ضد خمسة من الاسماء التي قدمها العبادي في تشكيلته الحكومية من جانب اخر يشكل الشارع العراقي ضغطا على رئيس الحكومة حيث تجمر المعتصمون على ابواب المنطق الخضراء والبرلمان متوعدين بالرد في حال فشل الساسة في تشكيل الحكومة والبدء في اصلاحات حقيقية وبالتزامن مع سير الاتصامات لم يحسم النواب المعتصمون الذين اعلنوا مقاطعة الجلسات امرهم بعد بين تشكيل كتلة معارضة داخل البرلمان او العودة من جديد الى قاعة المجلس حتى صدور قرار المحكمة الاتحادية بشرعية الجلسة التي تمت فيها اقالة رئيس البرلمان ونائبه ترجمة نانسي قنقر